السلام عليكم طلابي العزاء وطلاب المرحلة الثانية قسم الأحياء المجهرية كلية العلوم جامعة الكرخ للعلوم اليوم رح ناخذ محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضرات الخلية السيل بيولوجي محاضرتنا اليوم هي المحاضرة السادسة والتي رح نتحدث بها عن موضوع الـ Cell Junctions and Extra Cellular Matrix الاتصالات الخلوية والمصفوفة الخارج خلوية بالنسبة للكائنات الحية المتعددة الخلايا أي التي تتكون من العديد من الخلايا المختلفة والمتنوعة في الأشكال والأحجام ووظائفها Multi-cellular organisms are association of cells into tissue هذه الكائنات الحية المتكونة من هذا العدد الهائل والأنواع المختلفة من الخلايا ستنتظم خلاياها لتصبح بشكل أنسجة association بمعنى أنها تنتظم هذه الخلايا لتصبح بشكل أنسجة مختلفة ومتنوعة حتى ترتبط هذه الأنسجة مع بعضها وتكون الأعضاء المعروفة للكائن الحي المتعدد الخلايا إذن tissues are formed from cell-cell connections and cell matrix connections إذن الأنسجة تتكون نتيجة حدوث عمليات اتصال أو ارتباط ما بين الخلايا بالإضافة إلى وجود اتصال لمصفوفة واقعة إلى خارج الخلية تتصن مع المصفوفة التي تقابلها بالخلية المجاورة إذن إذا انطرح لدينا السؤال How are cells organized into tissues? كيف ستنتظم الخلايا لتصبح بشكل أنسجة? The cells organized into tissues ستنتظم الخلايا لتصبح بشكل أنسجة عن طريقين عن طريق cell junctions والextra cellular matrix proteins عن طريق أولا الاتصالات الخلوية وثانيا البروتينات المصفوفة الخارج خلوية بالنسبة للاتصالات الخلوية هناك أنواع رئيسية للاتصالات الخلوية There are five major types of cell junctions وهي كالآتي Number one tight junctions الاتصالات المحكمة Number two advanced junctions الاتصالات الملتصقة وأحيانا تعرف بbuilt dismosomes built junctions أو الاتصالات الحزامية Number three gap junctions الاتصالات الفجوية أو القنوية Number four dismosomes dismosomat أي البقعية Number five hemidesmosomes الاتصالات النصف dismosome النصف بقعية سنتناول الآن كل نوع من هذه الأنواع ونوضحها بشكل مفصل النوع الأول من الاتصالات tight junctions الاتصالات المحكمة حسب الشكل الموضح أمامكم هذا يمثل الغشاء الخلوي أو الغشاء البلازمي من الخارج بالنسبة للخلية رقم واحد وهذا الغشاء البلازمي بالنسبة للخلية الثانية مثل ما نلاحظ هناك اتصال ما بين الغشاء البلازمي للخليتين المتجاورتين في نقاط معينة في هذه النقاط هذه الدوائر تمثل الأجزاء البارزة من فروتينات الغشاء البلازمي للخلية رقم واحد تتصل مع الأجزاء البارزة لفروتينات الغشاء البلازمي للخلية رقم اثنين نقاط الاتصال هذه هي تمثل الاتصالات المحكمة ومن خلال أو في هذه النقاط ستمنع أو تعمل على ربط الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض وتمنع انتقال أو تبادل المواد في هذه النقاط تحديدا أنه تنتقل ما بين الخلايا المتجاورة إذن تايت جونكشنز فورم تايت سيلز بتوين سيلز يتم تكوين اتصال أو صفائح متصلة مع بعضها البعض ما بين الخلايا في نقاط معينة بين الخلايا المتجاورة هذه الاتصالات المحكمة تمنع انتقال تمنع انتقال أو تبادل المواد ما بين الخلايا المتجاورة النوع الثاني مثل ما نلاحظ على سطح الغشاء البلازمي موجودة من الخارج مجموعة من الخيوط متخذ شكل يشبه شكل الحزام هذه الخلياة رقم واحدة هذه الخلياة رقم اثنين هذه هي الادهرن جونكشنز انه اتصالات لصيقة ملتصقة او احيانا يسموها البلت لان تاخذ شكل الحزام اللي دا يضغط على الخلية من الخارج هذه عبارة عن المايكرو فيلمنس الخيوط الدقيقة المكونة من بروتين الاكتين فكأنما عندنا حزمة من خيوط الاكتين تتشابك للخلية رقم واحد تتشابك مع حزمة الاكتين للخلية رقم اثنين نتيجة هذا التشابك تتكون عندنا ما يعرب بالادهرن جونكشن وليعمل على ربط الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض بقوة حتى تمنع انفصال هذه الخلايا نتيجة تعرضها لجهد او حركة معينة طبعا الادهرن جونكشن اللي لاحظها موجودة ضمن اخشية خلايا الجهاز الهضمي او اجهزة او مثلا بالمعدة نشوفها نشوفها موجودة بالامعاء بخلاياها نتيجة انه تتعرض الى حركة نتيجة عملية الهضم فتحتاج الى نوع قوي جدا من الاتصالات وبنفس الوقت بمرونة يسهل عملية الحركة حتى يتم هضم الطعام ميكانيكيا وكيميائيا فاذا الادهرن جونكشن تعمل على اتصال الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض بقوة تساعد على السطوح الظهارية اي السطوح لخلايا الظهارية تحافظ عليها من انه تنفصل نتيجة اي جهد او حركة تتعرض له الجاب جونكشن الاتصالات القنوية هذا النوع من الاتصالات موجود ضمن خلايا العضلة القلبية حسب الشكل اللي اللاحظة امامنا اللاحظ هذه هي تمثل من الخارج اللاحظ موجودة عندنا الجاب جونكشن هاي اللي شكلها مثل دوائر او مثل الوردة متقسمة الى اجزاء لو ناخذ مقطع ما بيها ما بين خليتين متجاورتين اللاحظ انه بداخلها قنات هي في الواقع انه هاي طبعا نسموها كونكسن يعني جاب جونكشن الاسم اخر هو الكونكسن والجاب جونكشن او الكونكسن هي متكونة من ستة وحدات او انابيب مرتبطة مع بعضها عفوا ستة وحدات او ازاء مرتبطة مع بعضها البعض بحيث تكون بداخلها قنات من خلالها يتم انتقال او تبادل الاشارات او انتقال الاشارات الكهربائية الايوانات الدائبة في الماء مواد معينة صغيرة الحجم تنتقل او جزيئات معينة صغيرة الحجم وبسيطة تنتقل من خلية الى خلية جاورها اذا الجاب جونكشن formed by small tunnels that permeate passage of electrical signals or chemicals تتكون الاتصالات الفجوية او القنوية من قنوات هذه القنوات permeate تسمح بمرور الاشارات الكهربائية او المواد الكيميائية المواد الكيميائية مثل منه عدنا مثل الايوانات و small molecules الجزيئات الصغيرة from one cell من خلية to a neighboring cell الى الخلية المجاورة فطبعا نتيجة مثلا بما انه تنتقل من خلالها الاشارات الكهربائية فرح تساعد في عملية انتقال او في عملية الانقباض القلبي او انتقال الجهد الكهربائي والاشارات الكهربائية من خلية عضلة قلبية الى خلية تجاورها وهذا يكون الى دور كبير في عملية تقلص وانقباض القلب وقيامه بدوره او عمله الديزموسوم الاتصالات اللي تكون هي نسميها البقعية او ترجمتها ديزموسومات شكل ديزموسومات تبين بصور المجهر انه بشكل البقعة او شكل الازرار بالضبط مضغوطة على السطح الخارجي للخلية وهتحتوي على مجموعة من الخيوط او الانترميديت فيلمنز الخيوط المتوسطة فاللي يحدث رح تتشابك الخيوط المتوسطة لديزموسوم لخلية رقم واحد مع الخيوط المتوسطة للخلية لتجاورها واشتشابك يكون قوي جدا بالاضافة الى اتصال اخر يحدث من موقع اخر بالخلية بحيث تكون ديزموسومات هي اقوى انواع الاتصالات الخلوية طبعا اللاحظة ديزموسومات موجودة في مناطق تحتاج الى اتصال قوي ومرن في نفس الوقت وتغطي مساحة واسعة فمثال عليها الجلد الجلد يغطي الجسم او اجسامنا بالكامل هذا الجلد نتيجة انه انحرك اجزاء جسمنا فالجلد رح يتعرض الى جهد ميكانيكي بهالحالة رح نتيجة يتحرض الى جهد ميكانيكي فيحتاج الى نوع من الاتصالات القوية اللي تمنع انفصال خلايا جلد نتيجة اي حركة نسويها باي جزء من اجزاء جسمنا وبنفس الوقت الى مرونة بحيث تسمح بحركة هذه الخلايا وتمددها وتوافقها مع الحركة او حركة جسم اللي تحدث فهذا النوع من الاتصالات اللي بهذه المواصفات ويسمح بيها هي دزموسومات فاذا الدزموسومات هي اقوى انواع الاتصالات الخلوية تعمل على اتصال الخلايا المتجاورة مع بعضها البعض بقوة تمنع خلايا البشرة من الانفصال عن بعضها البعض نتيجة تعرضها لأي ضغط and cardiac muscle cells وخلايا العضلة القلبية from peeling apart من ان تتمزق الى اجزاء during contraction خلال عملية التقلص او الانقباض القلبي اذا دزموسومات موجودة في خلايا البشرة وايضا موجودة في خلايا العضلة القلبية خلايا العضلة القلبية قبل شوي قلنا بيها ال gap junction gap junction تفيدها في انتقال الاشارات الكهربائية والايونات وهذا الى دور كبير في عملية تقلص او انقباض القلب وموجودة ايضا الدزموسومات اللي نتيجة عضلة القلب من تتحرك تنقبض بقوة فتحتاج الى اتصال قوي جدا اقوى من باقي انواع الاتصالات فموجودة عندنا الدزموسومات اللي راح تأدي دورها الهزمي دزموسوم اخر نوع من انواع الاتصالات الخلوية وهي النصف دزموسوم مثل ما تلاحظ بهذا الشكل انه عندي الغشاء البلازمي لخلية لكن ما يقابل غشاء البلازمي لخلية اخرى يقابل ال basement مبارين الغشاء القاعدي الموجود في اسفل النسيج اذا الهيمي دزموسوم راح تعمل على تثبيت الخلية مع الغشاء القاعدي الموجود في الاسفل او احيانا يسموها الصفيعها القاعدية البيزل لامنا هذا الشكل يوضح انواع الاتصالات الخلوية الخمسة اللي ذكرناها وشرحناها موجودة ما بين الخلايا الطلائية المتجاورة وهذا الرسم مهم جدا ننتقل الى وظائف الاتصالات الخلوية اللي ذكرناها وشرحناها قبل شوية التايد جنكشن التايد جنكشن وظيفتها سيلز نيبورين سيلز نيبورين سيلز نيبورين سيلز نيبورين سيلز نيبورين سيلز تعمل على ربط الخلايا المتجاورة بشكل صفيحة طلائية لتمنع انتقال وتبادل او انتقال الجزيئات بين الخليتين المتجاورتين الأدهارس جنكشن جوينز ان اكتين بندل تعمل على ربط حزمة اكتين ان وان سيل في الخلية الاولى تو اسميلر بندل ان انيبورين سيل مع حزمة اكتين اتماثلها وتشابهها موجودة في الخلية المجاورة او الخلية الثانية تعمل على ارتباط الخلايا المتوسطة in one cell في خلية مع ما يماثلها في الخلية المجاورة تسمح بانتقال وبمرور الجزيئات والايونات الذائبة في الماء وكذلك الاشارات الكهربائية الاليكتريكال سيجنال هيمي ديزموسومز انكر انترميديت فيلمنز انكر ثبت الخيوط المتوسطة in a cell في خلية تذبيزل منها مع الصفيحة القاعدية او الغشاء القاعدي البيسمنت منبرين كمنا الاتصالات الخلوية الانواع الخمسة طبعا هذه الاتصالات بالرغم من قوتها وتنوعها ووظائفها المتعددة لكن هي ما تكون كافية حتى تبقى الخلايا منتظمة بشكل انسجة تحتاج هذه الخلايا الى عامل اخر يتوقع يتوفر عندنا او تركيب اخر يتوفر عندنا حتى يزيد من قوة الارتباط وانتظام هذه الخلايا لتظهرنا بشكل الانسجة المعروفة فهذا التركيب او هذه المادة بالاضافة للاتصالات الخلوية هي ما يعرف بالإكسترا سيليولار ماتريكس المصفوفة الخارج خلوية او اختصارا بالإي سي ام ما هو تعريف الإي سي ام او الإكسترا سيليولار ماتريكس شبكة من البروتينات اللي هو عبارة عن مركب معقد مكون من سكريات متعددة مرتبطة مع أحمال أمينية واختصارا يعرف بالجي اي جي اس وارتباطات لنوعين من البروتينات البروتينات السكرية موجودة في الفضاء خارج خلوي او المساحة خارج خلوية اذا بشكل عام الاسي ام مكوناتها هي بروتينات وبروتينات سكرية مكونات الاسي ام تفرزها الخلايا معظم الخلايا تفرز عناصر او مكونات الاسي ام لكن صح معظم الخلايا تفرز عناصر او مكونات الاسي ام لكن الاشهر ما بين الخلايا والاكثر ما بين الخلايا اللي تفرز هذه المكونات وتصنعها هي الفيبرو بلاستيس الارومات او الخلايا اللي فيها اللي تعمل على تصنيع الكولاجين ومواد اللي فيها اخرى واللي هي تعتبر ضمن عناصر الاسي ام اذا ناخذ امثلة على الاي سي ام المتخصصة اين سنلاحظها او اجزاء تمثل سبيشلايز اي سي ام سبيشلايز اي سي ام كامثلة عليها وين ممكن الاحظها او اشاهدها تكون موجودة في الكونيكتف تشو فالانسجة الضامة البيزة اللامنة الصفيحة القاعدية الكارتلج الغضروف بون العظم بلانت فانجاي سيل ووز الجدار الخلوي للفطريات والنباتات المايلينشيث الغمد المايليني اللي يحيط بالالياف العصبية هذا الشكل يوضح كيف تظهر عندنا الاسي ام واقعة خارج الغشاء البلازمي اللاحظ هذا هو الغشاء البلازمي بمكوناتها المعروفة اللي شرحناها سابقا واللاحظ إلى الخارج موجودة عندنا اشكال متنوعة البعض بشكل شبكة هنا بشكل عندنا الياف وجودة وجميعها متشابكة مع أجزاء من الغشاء البلازمي مع الأجزاء البارزة من الغشاء البلازمي لتكون كأنما مادة لاصقة شبكة أو مادة لاصقة زيد التصاق وارتباط الخلايا مع بعض البعض بالإضافة للاتصالات الخلاوية السابقة حتى يظهرنا النسيج النهائي المثالي المعروف مكونات الـ ECM components of the extra cellular matrix مثل ما ذكرنا قبل قليل المكونات في شكل عام هي بروتينات وغلايكو بروتينات سكرية يتم تصنيعها وإفرازها من خلال عملية الترجمة اللي تحدث في الخلية ترجمة الماسنجر RNA يترجم إلى أحماض أمينية ترتبط بسلاسل ببتيدية تظهر بشكل بروتينات معروفة هذه العناصر اللي تتكون الـ ECM تختلف في خصائصها الفيزيائية مثلا تختلف من حيث حجمها size flexibility مرونتها وإلها القابلية أو القدرة and are able to bind to different combinations إلها القدرة أو القابلية على أن ترتبط مع مختلف التجمعات من الماكروموليكولز من أجزائيات الضخمة on cell membrane الموجودة على السطح الخارجي للخلية مثل عندنا الانتجرانز والكاد هارنز and other ECM elements وعناصر أخرى من الـ ECM عندنا هذا الشكل يوضح أمثلة أو أنواع مختلفة من عناصر الـ ECM ونلاحظ أنه قلها أشكال مختلفة أحجام مختلفة وحتى flexibility مالتها مختلفة أمثلة على الـ ECM عندنا الكولاجين إلاستين فايبرونستين مثلا عندنا واللامانين وهذه كلها مختلفة من حيث مواصفاتها الفيزيائية وارتباطاتها مع مكونات خارج الخلية كيف يمكن للخلية أن تسيطر على عملية تصنيع هذا الـ ECM أو كيف تتحكم بهذا الـ ECM باعتبار الخلية هي تفرز مكونات الـ ECM فلازم يكون لها سيطرة على هذه العملية على عملية إفراز أو تكوين الـ ECM إذن control of ECM الخلية ممكن السيطر على الـ ECM بجانبين أما السيطر على الـ ECM خلال عملية تصنيعة sales control the synthesis of ECM أو السيطر على الـ ECM من خلال سيطرتها على عملية تفكيك هذا الـ ECM control the degradation of ECM سرح نوضح كيف الخلية السيطر على تصنيع الـ ECM وكيف الخلية السيطر على عملية تفكك الـ ECM إذن الفقرة الأولى sales control the synthesis of ECM ECM by تسيطر الخلية على عملية تصنيع الـ ECM بواسطة altering gene expression السيطرة أو أعفوا التأثير altering التأثير على التعبير الجيني ومن ثم code translation import منتجات عملية الترجمة وإفرازها inscretion إذن رح تأثر أو تسيطر على تصنيع الـ ECM من خلال تأثيرها على التعبير الجيني لأن التعبير الجيني هو يعبر يعني التعبير الجيني هو اللي راح يسيطر على عمليات مختلفة في الخلية من ضمنها عملية تصنيع البروتين أو الترجمة فالتعبير الجيني من يختلف عندي أو يتغير إذن عملية الترجمة رح تختلف فما تنتجه هذه الترجمة من أحماض أمينية وبروتينات رح يختلف ومن ثم تختلف وإفراز هذه المكونات إذن altering gene expression التأثير على التعبير الجيني and code translation import ومن ثم منتجات عملية الترجمة وإفرازها and secretion هذا الجانب الجانب الثاني الخلية ممكن السيطر على ECM من خلال تحكمها وسيطرتها بعملي على تفكك هذا ECM they also control the degradation of the ECM by من خلال أو بواسطة إفرازها secreting and activating and activating extra cellular enzymes من خلال إفرازها أو لأنزيمات خارج خلوية هذه الأنزيمات أما activating أو inactivating تنشط أو توقف عملية degradation طبعا أشهر أنواع هذه الأنزيمات هي مجموعة من السيرين proteases يعني أنزيمات مفككة للأحماض الأمينية والمعروفة باسم matrix metalloprotenases هذه أنزيمات متخصصة بأنه تفكك الأحماض الأمينية اللي هي مكون أساسي في البروتينات والبروتينات السكرية ومتخصصة فقط ببروتينات الموجودة ضمن عناصر أو مكونات الأي سي أم فأما تنشط عملية degradation أو توقفها وذلك حسب عاليات معينة في الخلية أو حسب ما تتحكم بالخلية أما تنشط degradation أو توقف هذه المصادر اللي اعتمدناها في أعداد المحاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله راح ناخذ محاضرة جديدة ورح نتحدث بها عن cell cycle وأهم الأحداث اللي تجري في دورة حياة الخلية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر